خضن وانتواق برج الخوت وما بقاش عنده ثقة في حد. الحالات اللي فيها انفصال شايفة كتير منكم مش عايز بيرجع. في حالات فيها انفصال في كتير منكم مش عايز بيرجع خلاص. انت خدت قرار بالبعض وبتفكر في ارتباط جديد. انا شايفة كمان صفات طرابية. في صفات طرابية ظهرت. اه في حد اتعرض للخيانة مش عارفة انت ولا الطرف التاني. اه بس انا شايفة كارت العدالة. انت بتطلب العدالة يا برج الحوت وهتتحقق ان شاء الله. يعني حتى انت كمان في الفترة دي هيكون عندك توازن في تعاملاتك. هيكون عندك توازن في تعاملاتك وافقارك دي الزيت من الناحية العاطفية. يعني هتكون بتفكر بعقلك اكتر وتحسب لكل حاجة قبل ما تعملها. وبتفكر كمان في اللي بتسمعه. يعني مش بترد جيل لما تكون حللت الموقف كويس وهتربط ده. آآ تحليلك ده يعني الموقف هتربطه بقوة الحدس عندك. لان انت يا برج الحوت آآ آآ يعني بتقدر آآ عندك هقول لك ايه? آآ الحدس عندك عالي. يعني اغلب تحليلاتك وتوقعاتك بتكون صح. آهو. انت في امور انت هتقدر تسيطر عليها وتحلها في الفترة دي. شايفة فيها علاقات تقفل فيها الاتصال تماما. ممكن من ناحيتك. او من ناحية الطرف الثاني. علاقات خصل فيها الخزلان. ما حدش عايز يسمع. يعني ما حدش عايز يسمع بعد كده حاجة تاني. بس عايز اقول الاول ان العلاقات اللي اتكلمت عنها. وحصل فيها سحر تفريق. حاول يا برج الخوت تبطي بالسحر. لا يعني بالسرق الشرعية طبعا. آآ لاني شايفة ان انت والشريك في الوضع ده انتو بتحبوا بعض جدا. انت والشريك بتحبوا بعض جدا. آآ آآ والمانع القوي ده بيأثر على العلاقة. يعني ممكن لو ما روحتش لابطال السحر ده. ممكن العلاقة تتهد على الاخر. انا على فكرة اغلب الابراج التقريبا اللي انا شفتها في في الشهر ده. في سحر. آآ يعني حاولوا تلجأوا الربنا في الفترة دي. آآ بتلوا السحر بالسرق الشرعية. اخراج استدقات ضروري. ان شاء الله الامور تتحسن وترجعوا تاني. لازم لازم آآ تدوروا على طريقة لاتصال السحر. شايفة كمان كتير من مواليد بورج الفوت آآ في عندكم قريب في لقاء عاطفي. لقاء عاطفي جميل جدا يعني. آآ وده هيكون بالنسبة للمتزوجين والغير مرتبطين والمنفصل يعني في يعني اللو المنفصلين هيكون في رجوع. ان شاء الله. وبلقاء عاطفي حلوة قوي قوي قوي. آآ بازني اللي يعني ربنا يجمع كل حبيب بحبيبه يا رب. آآ آآ لاني شايفك يا برج الحوت العاطفة هتكون مؤثرة عليك الفترة دي جدا. يعني المتجاوزين آآ هيحسوا ناحية الشريك بحب اكتر هيحاولوا آآ لو في مشاكل يحلوها ما يخلوهاش آآ تأثر على العلاقة والشريك كمان هي يعني هيساعدك في ده لان الحب متبادل وشايفة كتير من المنفصلين في عنده حنين قوي عندهم سواء منهم او من الشريك. يعني فبالتاني هيكون فيه لقاء حلوة جدا. يعني الحنين اللي عنده المنفصلين هو من الناحيتين. ده السياه جماعة اللي فيه سحر. لاني شايفة فيه سحر تفريق. فيه سحر تحر ده تحاولوا وتبتلوه. آآ آآ فيها تلاقوا حلول. يعني فيها تلاقوا حلول لفترجاع العلاقة وبشكل افضل ان شاء الله. يعني مش هترجع زي ما كانت هترجع احسن من ما كانت. عمل غير مرتبطين عندهم في الفترة دي حب كبير متبادل. او آآ يقابلوا الحبيب اللي هيحسوا ان هو ده اللي كانوا بيحلموا بيه. آآ او ده الشخص المناسب اللي عايز يكمل معا حياته. وفي كل الحالات في كل الحالات اللي انا تكلمت عنها هيكون الحب متبادل. يعني يا رب تكون فترة حب سعيدة عليكم يا موليد برج الحوت. آآ طيب المنفصلين تاني اهو. يا برج الحوت انت محتاج في الفترة دي تشغل دماغة مع الشريك. لاني شايفة فيه علاقات آآ شايفة علاقات حب تم فيها انفصال بسبب تدخلات عائلية. بالرغم ان فيه حب وفيه علاقات آآ 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 ممكن وصلت لطلاقة. فيه الطرف سمع لكلام او سمح لتدخلات آآ وللأسف ده اثر تأثير كبير على العلاقة دي. الثرف ده آآ يعني شايفة فيه طرف محطوط تحت ضغط الزن والتدخلات. آآ حصل تشتيت في الافكار. عند الثرف اللي سمح بكده. عنده تشتيت في تفكيره وفي العاطفة وفي كل القرارات يعني اللي اللي نتجه تحت تأثير الضغط ده مش هتكون صحيح. سواء انت او الطرف الثاني. مش هتكون صحيحة بلو مرة. شايفة تشتيت كبير جدا في الافكار. بسبب تدخلات وكلام ناس ثانية. انتو سمح بنيهم بكده. فلازم طرف فيكو يشغل بما هو يرجع العلاقة دي تاني. يعني هنقولها بالحيل السليمة. انت محتاج يا برج الحوت تتحيل. تتحيل بس تحيل سليمة. وده طبعا مش عيض. ما انت تكون عايز ترجع العلاقة ساعتك تاني. آآ عايزة تطمن مواليد برج الحوت ان في النص الاول من شهر مايو فيه كتير تواصل عاطفي. يعني شايفة تواصل تواصل فيه. عندكم كتير جدا آآ تواصل عاطفي. آآ وعملي كمان. وعلى فكرة فيه تغيرات كتير للاحسن. آآ ده هيكون بسعيك وتركيب افكارك آآ بس حبيت عرفك ان الفرصة متاحة في الفترة دي. فرصة متاحة في الفترة دي بانك تركز وترتب افكارك كويس جدا. عشان تحقق اللي انا بقول عنه ده. عندك تواصل عاطفي. آآ اما المنفصلين في فترة النص الاول من مايو لازم تخلي بالك جزات الناس اللي عندها مسائل قضائية. لازم تتحلى بالحكمة والتفكير السليم في الفترة دي. آآ تتجنب النزاعات اللي ممكن آآ آآ تخسرك. يعني بلاش في الفترة دي نزاع وجدال ورد والحاجات دي كلها نتجنبها تماما. يعني ابعد واشغل نفسك بأي حاجة. وحاول تفكر في حل المشكلة. بلاش تفكر في المشكلة. في فرق كبير بين ان احنا نقعد نفكر في المشكلة. وان احنا نفكر في حل المشكلة. آآ النزاعات اللي ممكن حد يدخلك فيها دي ده هيكون المقصود منها. انك تخسر. انك تطلع خسران. آآ غير انك فلكيا في الفترة دي برج الحد هيكون عندك كواكب معاكسة شوية. بس هي فترة هتنتهي. يعني في عندك في الفترة بتاعت النص الاول من مايو فلكيا عندك كواكب معاكسة. بس هي مش هتطول. فانا بما اني عرفتك. فانت تحاول تسيطر على التصرفاتك. وترتب افكارك في الفترة دي. آآ زي ما قلت هي فترة هتنتهي على طول لو اتحكمت في رجوع افعالك لان اللي بنعمله هو يعني يعني بيترتب عليه اللي بيحصل لنا بعد كده. يعني اللي انا هعمله دلوقتي او رد فعلي اللي انا هاخده دلوقتي هو اللي هيترتب عليه اللي هيحصل بعد كده. فانت حاول بما انك عايز اللي يحصل بعد كده يكون للاحسن تركز في اللي انت بتعمله دلوقتي انه ما يكونش فيه اي تهور. اه في منكم عايز سفر ممكن يتاح لي فرصة السفر في الفترة دي. ان شاء الله اللي عايز سفر ممكن يتاح لي فرصة السفر في الفترة دي. شايفة تعب كتير يا برج الخوت. تعب ومعاناة في الفترة اللي فاتت. بس قربت من فيه. سواء مشاكل او علاقات اه انت قدمت فيها الكتير. شايفة بعضكم بينهي علاقات. علاقات دي سببت ليك تعب وبزلت فيها مجهود. بس شايفة فيه عندك الدخول يعني على مراحل جديدة عاطفيا. مستقرة اكتر. الحب هو اللي هيكون غالب على العلاقة. يعني الحب غالب على العلاقة وهيلغي اي اختلاف. اي اختلاف العلاقة دي الحب هيلغي. فيه منكو يا برج الحوت الحب ده هيكون جديد تماما. يعني منكو هيكون ومنكو هيكون الطرف الثاني معروف بالنسبالك بس العلاقة بينكو ما كانتش حب. هتتحاول لحب متبادل. اه لكن في البداية مش هيكون فيه طرف من الطرفين. يعني فيه عندكو حب جديد خالص. حد بداخل على حب جديد خالص. ما كانش معروف بالنسبالك. وفيه هيكون فيه علاقة حب لطرف. انت تعرفوا بس العلاقة ما كانتش حب. وهتتحاول لحب منكو من الطرف التاني بس مش هتعترفوا في البعض في البداية. برج الحوت يعني انا عارفة ان انتو يعني من فترة. آآ من فترة كبيرة انتو تعبانين جدا. من كتير منكو حسين آآ آآ حسين بدا لحد دلوقتي. يعني حسين بالسعب ده لحد دلوقتي. آآ بقول لكم تفاقلوا خير تجدوه. آآ او الزبزبات بتاعاتكم بالصلاة والاستغفار وآآ آآ يعني علشان اللي انا بقول عنه ده. يعني الفترة اللي جاية دي في حاجات كويسة كتير. بس لازم انت تقوي ده عندك. يعني لازم تكون عندك استعداد لانك تستقبل ده. ما تقفلوش منافذ الطاقة عندكم يا جماعة. لان احيانا لما بلاقي الحد في حاجات كويسة جايله. ومسلا اسمع من حد يعني اني لأ مثلا ما حصلتش. يعني انت بتحط نفسك في وضع نفسي معين بتقسل منافذ الطاقة فيه. ما تخليش نفسك بتستقبل حاجة. لأ افتح منافذ الطاقة عندك بالصلاة وبالاستغفار وبالذكر. فان شاء الله تستقبل كل حاجة جميلة لان الفترة اللي جاية عندكم حلوة قوي فيها حاجات حلوة جدا. على المستوى العاطفي. وفلكان كمان على المستوى المادي عندكم شوية حاجات حلوة كمية. آآ آآ لازم تعملوا كده عشان تستقبلوا الاحسن. او للحاجات الايجابية. يعني تكون عندكم استقبال للحاجات الايجابية اللي هتحصل قريب ان شاء الله. القراءة انفهت. يا برج الخوت شايتها قراءة ايجابية. آآ شايفة فيه رجوع لبعض المنفصلين. آآ وشايفة عندك ناصر. وشايفة فيه علاقات حب جديدة لبعضكم. آآ بس ازاي ما قلت يا جماعة السحر ده لازم يتفك. لازم يتفك. لازم تبطلوه. آآ فيه الرؤية الشرعية. آآ فيه البخور آآ بورق اللوري. الحاجات اللي انا بقول عنها دي. حاجات عن تجربة. يعني عن تجربة عملتها مع اشخاص. السحر اتبطل. آآ وسمع الرؤية الشرعية اللي خاصة بسحر التفريق. تشغلوها دايما. وان شاء الله ان شاء الله آآ يتبطل السحر ده بازن الله. آآ فيه كمان حاجة ممكن اقولها لكم قريض. آآ يعني انا عامليها مع حد. آآ لو جبت معيها نتيجة. يعني مع واحدة ان جزها منش ايه وجزها منفصلين. آآ لو جابت معاها نتيجة. ان شاء الله قريب. هاعلن عنها. آآ هي ايه? هاعلن لكم عنها كلها بان انتو آآ تبتدوا تنفزوها. وهقول ان هي جابت نتيجة لان انا ما بحبش اتلم عن حاجة. غير لما شوف النتيجة بتاعتها بعين. ان شاء الله هتجيب معاها نتيجة. عشان هي تعبانة جدا برضو. هتجيب معاها نتيجة بازن الله. وهبشركم قريب. وتعملوها انتو كمان بالنسبة للمنفصلين واللي عايزة حبيبها يرجع لها ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في في القناة. عشان يوصلكوا كل جديد. آآ والتفعيل الجرس. واللايك. وهتمنى التعليقات بتاعيبكم ان شاء الله. آآ شكرا للمتابعة برج الحد. اشتركوا في القناة.